السلام اليوم كما قاعدين تشوفو عملت محمصة ولا عيش ولا بركوكس بالشعير كما قاعدين تشوفو عملتو بالطريقة هادي وجاني يناجح مياه بالمياه شوفوا مع بعضنا الطريقة اللي عملت بها البركوكس هذا ولا لمحمصة تعنا ونقولو بسم الله هناك مرحلة اولى عندي نايا كما قاعدين تشوفو عندي نايا ماء ونحط فيه كمية قليلة من الملح يعني مغرف ملح بالطريقة هادي ونحرك مليح هنيا عندي هنيا المرمز ولا كما نقولو احنايا الشعير اغشين بالطريقة هادي ولا كانوا حادي يقولولو فريك تاع الشعير تقدرو هنيا تحطو زوزم غارف تاع كسكسي تاع الشعير ولا تعملو كما نقولو احنايا المرمز بالطريقة هادي هنيا عندي افارينا ولا سميت تاع الشعير يكون رقيق بالطريقة هادي هنيا نبدأ نبل بالعقل كما قاعدين تشوفو المرمز تاعي نزيد الماء غرب بالعقل ونخليه يشرب ونبعد نرجع له هنيا بعد ما نشرب نزيد هنا يا كمية قليلة من سميت تاع شعير كما قاعدين نبدأ نزيد هنا يا الماء مرة ماء ومرة اسميت ونحرك بالطريقة هادي ولنعمل الخليط تاعي بالطريقة هادي كما قاعدين نشوفو هنا يا صورة واضحة ومرة نزيد ماء ومرة نزيد اسميت تاع الشعير بالطريقة هادي هنيا نحاول اني نبره ممليح بطريقة هادي ومنزيدش انه ما نزيدش الماء ياسر يعني هنيا سميت تاع الشعير مش كما سميت تاع العادي تاع الجمح ولا سميت العادي تاعنا هنها سميت تاع الشعير ما يشربش الماء ياسر يسمى ما لازمش نكتر الماء غير نحط غرم بالشوية برك ونزيد السميت كما قاعدين نشوفو هات ان يبدا يخشان بالطريقة هادي ها كيما قاعدين نشوفو بدا يكبر وبدأ يخشان وبدأ يتشكل يعني بتتشكل لنا لمحمصة تاعنا وللعايش تاعنا بالطريقة هادي هنا نبدأ كي نشوف الكعبات كبروا الناحيهم على جاها ونحطهم بحدا يابا يجيوني الحبات كاملين جد بعضها انا هنيا عملت بسقات محمصة يعني كيما نقولو احنا ياباني تروحي باللي عندي ما عنديش غربال بس عندي يدي الصفية لعيونها اخشان هنيا كي بقى لي بقى لي نزيد كيف كيف نزيد بنفس الطريقة ونخشنه حتى هو باه يولي لي يعني كيما الحبات اللي نحيتهم قبل ولا الكعبات يعني العايش اللي نحيته قبل يعني يولي نفس الحجم نعمل بنفس الطريقة نزيد ما ونزيد سميد ونبدأ نحرك بالطريقة هادي وكلي نبرم ونقرأ يعني بالجيني الكعبات يعني متماسكة لسقافة يعني ما جينيش مرخوفة ومبعد كي نطبخو يجيني معجن يعني يتحل هناء بعد ما كملت الخليط تاحي كامل بالطريقة هادي نحيته كيما قاعدين نشوفو ورجعته لنحيته لازعودت رجعته ونزيد انخشنه بهي ترجع يعني الكعبات يجيو اخشان اكتر واكتر ما يجونيش صغار بالطريقة هادي ما يجينيش رقيق نكمل بنفس الطريقة نزيد شوية ما ونزيد كيف كيف اسميد حتين الكعبات تاع العيش تاعي كامل يخشانه وهناي الخليط اللي يبقى علي كيما قاعدين نشوفو هداي اللي يبقى علي رقيق انا ينلمو ونعجنو يعني نحط عليه الماء ونعجنو نعمل لنه يعني يبقى علي ندير به شوية خبز يعني تاع شعير ولها كسرة تاع شعير وما نطيشوش يعني حتى شي يعني حاجة ما تطيش يعني هداك اللي يبقى لي نلمو وندير له خبزة صغيرة ماء وملح ونعملو كسرة صغيرة وما يطيش ليش هداك هو يعني وشي اللي بقى لي وشي عملت بيه اما هنا المرحلة هادي لازمني اني انفور كيما قاعدين نشوفو ننفور بالاقل ما نفورش بكميات كبيرة يعني بالطريقة هادي يفور يعني يطلع البخار الطقيقة والنحية ما خليهش يطور كيما قاعدين نشوفو هنا بعد ما فارلي كامل بالطريقة هادي طول نحطو في القسعة ونحلو ونخلي يعني من بعض ما خليش كعبه لسقه في كعبه ولازم يبرد كيما قاعدين نشوفو هنا هي عملت غرب المغرف وبعد نستعمل يدي بما جنيش كعبه لسقه في كعبه ويجيني مع الجن ها كيما قاعدين نشوفو بالطريقة هادي لازم يبرد هنا هي بعد ما برد نشرتو بطريقة هادي في الطاقة حطيتو حطيت تحت منو لتخشان ونشرتو حتى يشيح تماما كيما قاعدين نشوفو تقدرو الطيبو بيه هو جديد كيما تقدرو الطيبو بيه هو شايح اما الناس اللي يعني كي عود حال بارد ما تقدروش تحطوه برا حطوه بحد الشوفاج يعني رح يشيح في ساعة وساعة ساعة خرجوه يضربو الهواء بالطريقة هادي حطان يشيح نفي المرحلة هادي كيما قاعدين نشوفو شايح وجاني من شاء الله ان شاء الله هالوصفة تالي يوم تكون فادتكم وعجبتكم ونقول لكم ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة ونقول لكم سلام الى وصفات اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة